استاذ محمد من القاهرة اتفضل حوالي اتجاوز 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 اه ما عليش سنك كم يا حاجة استاذ محمد اه تلاتة وتلاتين سنة طيب تلاتة وتلاتين ملبط طيب وانا مش مش شايف نفك في النقطة ديت انا مبسوط بشغلي مبسوط بحياتي بسافر كتير ومين اللي قالك ان انت لازم تتجاوز والله البيت وزمعيني يعني مسلطين علي النقطة ديت في كل واحد ما جايز انت شخص مميز وهم مستخصرينك فهم دلوقتي انا عايز اقول لك حاجة انا عايز اقول لك تلاتة تحذيرات ما تتجاوز مجاملة ولا تتجاوز لان الجواز ده سنة الحياة ولا تتجاوز عشان الجواز ده حاجة لازم نعملها انت لما تتجاوز تتجاوز عشان انت عايز تعيش معنى في الحياة اسمه معنى ايه؟ اسمه معنى الاسرة اسمه معنى ان انت تكون مصدر امان لحد وحد يبقى مصدر امان ليك ان انت تعيش مع حد حياة مليانة بالقيم الاضافية انت على فكرة يا سيد محمد انت ممكن تكون حالك ده دلوقتي ممكن ده يتغير بعد سنة والله حتى لو بعد سنين انا منش رغبة والله يعفودي بتشوز انت لو بتسألني انت لو بتسألني احنا عندنا الزواج الله اكبر الله احنا عندنا الزواج بتدور في الاحكام الخامسة يعني ايه بتدور في الاحكام الخامسة ممكن واحد ما يتجاوز فالجواز عندنا أصلاً 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 في الحكم الأساسي مستحب لمن يستطيع من كان عنده رغب فأنت لو بتسألني يعني وهل ده تشجيع الناس عن العزو في الزواج لو سمحتم ما تحملوش الكلام فوق ما يتحمل الذي ليس لدي رغبة في الجواز ما يتجوز ما يبليش بنات الناس ولا يبلي نفسه في ناس كده يا جماعة مش عايزك تتجوز إيه اللي حاصل طيب ما احنا عندنا علماء سيدي الشيخ عبد الفتاح بغد عمل كتاب كده محترم كده في إيه العلماء العزاب الذين آثروا العلمة على الزواج إيه السيد محمد لو سمحتم ارفعوا أيديكم عن محمد هو شايف إن السعادة بتاعته مصدرها النجاح في الشغل النجاح في العمل فسيبوه وأستحلفكم بالله بلاش حكاية الواصمة دي أنت عنيست أنت ما تشوف أنت عندك مرض ما فيش الكلام ده هو مش عايز تجوز قد يكون أنا لو قابلته في سياق آخر وسمعت منه أعلم له مفهوم الأسرة ومفهوم الزواج بس مش بالضرورة ده هو شايف إن هو مبسوط كده يبقى إذن الزواج ده لابد إن هو ينشأ عن رغبة مش ينشأ عن ضغط بالله عليكم إحنا شوفنا ناس تجوزوا عن ضغط كتير ومعاشوش حياتهم بشكل صحيح أرجو إن أنا أكون جاوبتك يا سيد محمد ما تقلقش وأنت مش عليك اسم ولا حاجة وأنت لو ما عندكش رغبة في الجواز ما تتجوز نعم